مشكلة اليزيدية إن مشكلة اليزيدية قديمة تمتد جذورها إلى عدة قرون خلت وكانت المعارك بينهم وبين جيرانهم المسلمين لا يخمد لها أوار والاضطهادات لهم متصلة غير أن المشكلة اتخذت طابعا جديدا منذ بدأ تطبيق نظام التجنيد الإجباري في العراق فقد انقسم الرأي حولهم بين رجال الدولة هل هم مسلمون ليخضعوا لنظام التجنيد؟ أم غير مسلمين ليكونوا كاليهود والنصارى يؤخذ منهم البدل النقدي؟ يبدو أن الرأي استقر أخيرا على أنهم يجب أن يخضعوا لنظام التجنيد ولهذا رأينا رؤساءهم في عام 1872 يقدمون إلى الحكومة عريضة يطلبون فيها استثناء اليزيدية من التجنيد بحجة أنه يمنعهم من أداء الواجبات التي تفرضها عليهم ديانتهم كزيارة طاووس ملك الذي يمثل الشيطان في زعمهم ثلاث مرات كل سنة وزيارة مرقد الشيخ عادي أعتقد عادي مرة واحدة واحتفاظ كل فرد منهم في جيبه بشيء من تربة الشيخ عادي حيث يأكل قليلا منها كل صباح وقد ذكروا في عريضتهم أيضا أن ديانتهم تحرم عليهم دخول المرحاض والحمام واستعمال اللباس الكحلي وأكل السمك والقرع والبامية والفاصولية واللهانة والخس وسكن الأماكن التي يزرع فيها الخس والاستماع إلى لعن الشيطان من فم أحد فاليزيدي الذي يسمع لعن الشيطان يجب عليه أن يقتل من تفوه به أو يقتل نفسه وإلا أصبح كافرا فهذه الواجبات وغيرها تمنع اليزيدية من الدخول في سلك التجنيد ولهذا فهم يرجون من الحكومة إعفاءهم منه كان لتلك العريضة أثرها في المسؤولين وربما صاحبتها هدايا ثمينة زادت في تأثيرها فيهم على طريقة ذلك الزمان فوافقت الحكومة على استثناء اليزيدية من التجنيد وجعلتهم كاليهود والنصارى يدفعون البدل النقدي عوضا عنه واستمر الحال على ذلك بضع عشر سنة حتى جاء يوم أخذ بعض رجال الدين ينادون فيه بأن اليزيدية لا يجوز معاملتهم كأهل الكتاب وإنما هم فرقة من الإسلام حرفوا عن الجادة وينبغي إعادتهم إليها بكل وسيلة ممكنة وفرض التجنيد عليهم كسائر المسلمين أرسلت الحكومة إلى اليزيدية بعثات دينية لإرشادهم وهدايتهم فلم توفق في ذلك ثم لجأت إلى الشدة وأرسلت إليهم الحملات التأديبية فحدثت من جراء ذلك فضايع انتهكت أو انتهكت فيها الحرمات وسفكت الدماء وانتهبت الأموال يحدث هنا السائح البريطاني السير ووليس بيج عن بعض تلك الفضايع وكان قد سمع بها عند مروره بقرى سنجار في شتاء 1890-1891 فكانت مما تقشعر منه الأبدان وفي عام 1892 نيطت مهمة إرشاد اليزيدية بعمر لطفي باش وأخذ هذا يستعمل طريقته التي سار عليها في الموصل وعزم على أن يعرض الرشاد على اليزيدية بالحسن فمن رفضه منهم أرغمه عليه بحد السيف بدأ الباشا إرشاده باليزيدية الذين يسكنون في قرى الشيخان إلى الشرق من الموصل بأتبار أنهم أقل أنادا وعنفا من يزيدية سنجار فأرسل إليهم يستدعيهم إليه فجاء منهم خلق كثير لما وقر في نفوسهم من هيبته وكان على رأسهم أمير الشيخان ميرزابيك ولما قاربوا مدينة الموصل خرج الباشا لاستقبالهم ومعه علماء الموصل وأعيانها تصحبهم كتيبتان من الجند وجوق موسيقي وقد دهش اليزيدية من هذا التكريم الغريب فساروا والموسيقى تعزف أمامهم حتى وصلوا إلى دار الحكومة فدخلوها حتى امتلأت الساحة بهم وصعد الباشا مع العلماء والأعيان إلى أعلى السلم وألقى عليهم كلمة بالمناسبة ثم طلب منهم أن يلعنوا الشيطان فسكتوا جميعا وكرر الأمر عليهم ثلاث مرات فلم ينطق باللعن منهم سوى الأمير ميرزابيك وأخيه الصغير واثنين من العام فأمر الباشا الجنود بضربهم وأخذ الجنود يضربونهم ضربا مبرحا حتى مات منهم تحت الضرب ثلاثة وسقط الكثير منهم جرحا فحملوا إلى المستشفيات للمعالجة أما الذين سلموا من الأذى فقد قربهم الباشا إليه وأكرمهم لعلهم يهتدون الظاهر أن ميرزابيك وبعض الذين جاءوا معه آثروا التقية وتظاهروا أمام الباشا أنهم تركوا تقديس الشيطان وأنهم إذا عادوا إلى قراهم فسيقنعون إخوانهم بأن يفعلوا مثلهم وأبرق الباشا إلى أسطنبول يقول بأن عشرين ألفا من اليزيدية اهتدوا بهمته وطلب أوسمة للأمير ميرزابيك وإخوته ولقد وصلت الأوسمة إلى الموصل فسلمت لأصحابها وأخذ اليزيدية يعودون إلى قراهم تدريجيا وأرسل الباشا إلى قرى الشيخان معلمين ليعلموا اليزيدية القراءة وأصول الدين ولم يكد المعلمون يصلون إلى القرى حتى جوبه بالطرد منها وهددهم سكانها بالقتل إن عادوا ولما بلغ الباشا ذلك استشاط غيظا وأرسل ابنه مع كتيبة من الجنود إلى تلك القرى فنهبوها واستاقوا المواشية كما سبوا النساء والأطفال وذبحوا من رجالها خلقا كثيرا وأضرموا النار في أربع من قرى الدنادية فاحترقت بأهلها ومواشيها وكذلك نهبوا قصر الإمارة وهدموا قباب الأضرحة وفعلوا في مرقد الشيخ عادي من المنكرات ما يكل عنه الوصف ثم حولوه إلى مدرسة دينية واستولوا على السناجق والمقدسات وأرسلوها إلى بغداد حيث احتفظ بها في خزانة الجيش ولم تعود إلى اليزيدية إلا بعد إعلان الدستور وحين علم يزيدية سنجار بما حل بإخوانهم في قرى الشيخان أعلنوا العصيان وكانت مواضعهم الجبلية تساعدهم على مقاومة القوات الحكومية وإنزال الخسائر الفادحة بهم وعزم أمر نطفي باشا على أن يتوجه بنفسه لقتالهم وعد لهم المدافع مع قوات أشائرية وعسكرية كبيرة وفي الخامس عشر من نيسان 1893 وقعت معركة عنيفة بين الفئتين استمرت ثلاثة أيام في موقع يقال له زوقاية وكانت خسائر القوات الحكومية في تلك المعركة كبيرة بينما كانت خسائر اليزيدية قليلة نسبيا فقد كان اليزيدية مستمتين في القتال وكثيرا ما كانوا يهاجمون الجيش ليلا ثم يعودون إلى متاريسهم وأخذت العشائر الملتحقة بالجيش تترك مواقعها كما هي عادتها في أوقات المحنة واضطر الباشا إزاء هذا الفشل الذي مني به أن يلجأ إلى فتح باب المفاوضة مع اليزيدية وفي الوقت الذي كان فيه الباشا مشغولا بمفاوضة اليزيدية وصلت إلى الموصل لجنة كان الباب العالي قد أرسلها للتحقيق معه وقد استدعته اللجنة إلى الموصل وأبلغته بوجوب السفر إلى اسطنبول فسافر إليها في الخامس والعشرين من نيسان وصدر الأمر هناك بعزله ولما سمع اليزيدية بذلك أعلنوا السرور وصاروا يهتفون باسم السلطان عبد الحميد واعتبروه واحدا منهم وقالوا إنه لم يكن راضيا بالاعتداء عليهم في عام 1903 كتب والي الموصل نوري باشا إلى الباب العالي يدافع عن اليزيدية ويقترح أن تترك لهم الحرية في معتقداتهم وأن يؤخذ البدل النقدي منهم عوضا عن الخدمة العسكرية وقد استجاب الباب العالي لهذا الاقتراح وأعيد مرقد الشيخ عدي إلى اليزيدية حيث ألغيت المدرسة الدينية التي أسسها عمر لطفي باشا فيه إن تلك النكبات التي حلت باليزيدية لا تزال ذكراها مثلة في أذهانهم حتى الآن فهم قد حفظوها في تراثهم الشعبي على شكل أناشيدة رثائية بطريقة الحكاية تسمى ستران ومن الجدير بالباحثين بالتراث الشعبي أن يهتموا بتسجيل تلك الأناشيد لما فيها من أهمية اجتماعية وتاريخية ترجمة نانسي قنقر